هل العلة فقط في موضوع أن نتنياهو كان يبحث عن شبكة أمان ومن أجل ذلك لا يريد المضي في بعض الملفات أم أن الموضوع مختلف تماماً عما يفكر فيه لبيت؟ حقيقة هذه جزء من المشكلة في نتنياهو أكبر من ذلك هناك مجموعة من الأزامات أو النقاط الحالية بالنسبة لنتنياهو أولاً وهي مسألة تناولها لبيت وهي قضية لبيت هو الذي طرح من قبل عندما تحدث بين كفير على إمكانية حل الحكومة إذا ذهب نتنياهو إلى الصفقة فأنه سيخرج من الحكومة وهو باعتقادي وبتقديري أنه هو سمتريش غير صادقين بهذا الكلام لأنهم المستفيد الأكبر من وجود الحكومة عامين ونصف إذا خرجوا الحكومة فإن مشاريعهم الاستيطانية ومشاريعهم تعزيز مكانتهم في الشرع الإسرائيلي ستتراجع بالتوفير المالي والقرارات التي تتخذ وتعزيز سلطتهم ونفوذهم بداخل مؤسس الدولة هذا سيفقدونا وهذه فرصة تاريخية لذلك هو يكذب في تقديري أنه يكذب ونتنياهو يعلم ذلك ونتنياهو يعلم هو كذاب ويعلم أنه كذاب وهؤلاء الأثنين يعرفوا بعضهم وهؤلاء الأثنين يكذبوا كما قال لذاك الرجل المسيلم والله أنه يعلم أنك كذاب ولكن أنه كذاب من صادق المضر فهذه اللفذة موجودة عند الأثنين لذلك لبيد حاول أن يقطع عليه الطريق في الشرع الإسرائيلي أن إدعاءات نتنياهو بأنه يخشع الحكومة هذه قطعنا لها عليها إذن عليك أن تذهب بهذا الاتجاه لذلك هو أحرج نتنياهو ولذلك هو بادر بالاجتماع مع لبيد ليبحث سبل هذا الموضوع الإمكانية وما هي الفرص المتاحة له لأن الموضوع عنده أكبر وهو قضية أنه في جانبين الجانب الأول إذا حتى في حالة لأنه انتهاء الحرب سيحل الحكومة والمشكلة عندنا تنياهو أن ذهاب إلى صفقة هذه النقطة المهمة جدا حتى لو أن الصفقة لم تعلن وقت اطلاق النار فأن مجرد أن تدخول في صفقة لأربعة أشهر سيكون من المتعذر علي الذهاب إلى الحرب التي يريدها سيكون السؤال قلنا دائما الحرب لها غطاء أي تحرك تكون لغطاء أخلاقي وسبب لداخلي وخارجي داخلي ستبرد همة الناس وفطورتهم لأن الجمهور ليس مجدود للعصاب والحجل التحشيد سيكون موجود إذا ذهب وقف اطلاقنا أربعة أشهر معنا الكلام سيأدي إلى صعوبة في الانطلاق إلى حرب جديدة وبالتالي سيذهب إلى وقف اطلاق النار وقف اطلاق النار يعني حل الحكوم لأنه ستشكل لجنة التحقيق ولجنة التحقيق تعني سقوط الحكومة وهذا نتنياهو يعني هذه الشمكة الأمانية يعرف نتنياهو أن عمرها قصير لا تجاوز أربعة إلى خمسة أشهر اللي هي فترة وقف اطلاق النار ولجنة التحقيق وبالتالي ستنتهي الحكومة هذا نتنياهو لا يريده نتنياهو يريد حكومة مستمرة إلى عامين ونصف